ترجمة نانسي قنقر أهلا كيف بكم؟ اليوم الفيديو سأكون إزامار أقرأ قصة عزيفو بريمن مستعدين للقصة في ألمانيا مدينة كبيرة تسمى بريمن قبل قرب من بريمن قرية صغيرة وعاش في هذه القرية منذ زمن طويل رجل له حمار وكان الحمار يقوم بأعمال شاقة لعدد كبير جدا من الصيني فقد كان يعمل في كل يوم كياس ضقيلة من الغلاف لتطعن دقيقا غير أنه لما كبر في الزن أصبحت أكياس الغلاف دقيلة جدا إلى درجة لا يتحمله العمار عند ذلك أخذ الرجل يفكر لماذا يستمر في أطعام عمار ليست له قدرة كافية للعمل عرف الحمار ما كان يفكر به الرجل ولهذا صمم على الهرب عب الحمار الموسيقى وأراد أن يصبح عاسفا وتأكد أن مدينة كبيرة مثل بريمن لابد أن يكون لها فرقة موسيقية وظن أنه ربما استطاع أن يكسب قوته بالانضمام إلى العاسفين في الفرقة ولهذا بدأ رعنته إلى بريمن وقبل أن يقطع مسافة طويلة رأى قلبا راقضا بشانب الطريق وكان يفتو الكلب مدعبا وكان يلهد كما لو كان قد شرى سباقا فسأله العمار والآن أيها الكلب المسكين ماذا عدد لك؟ فأجاب الكلب لقد بلغت من الكبر حتى لا أستطيع معه الصيد وصاحبي يخطط لقتلي ولهذا أرى لكني لا أعرف كيف أكسب قوتي فسأله العمار لماذا لا تنضم إلي؟ أنا أيضا هربت من صاحبي وعن قريب سأبلغ من الكبر حتى لا أستطيع معه أن أعمل الغل ولا يريد صاحبي أن يطعمني بعد ذلك فأنا أفكر في الذهاب إلى بريمان لأصير أحكم سير قليل المدينة لماذا لا تلتي معي؟ سأعزف أنا على العود ويمكنك أن تقرع الطبول وافق الكلب وأدى هذا كل منهما طريقه إلى بريمان وقبل أن يسير بعيدا رأى العمار والكلب قطة كانت جالسة بجانب الطريق وحلامات الألم والعزن تكسو وجهها فأسأله العمار والآن يا ذات الشوارب المسكينة ماذا أصابك؟ أجابت القطة آه الآن وقد كبرت سني فليست أسناني عادة وأصبح من الصعب علي أن أقبض على الفئران وفي الحقيقة مفضل أن أرقد أمام النار على نفسك الفئران ولما كنت لا أستطيع بعد الآن أن أقبض على الفئران تفكر صاحبتي في إغراقه ولهذا هربت غير أني لا أعرف كيف يمكنني أن أكسب قوتي فسألها العمار لماذا لا تصعبيننا؟ لقد هرب كل منا من صاحبي ونعتزم الذهاب إلى البريمن لنصبح من موسيقى المدينة ولابد أنك أعدد الغناء ليلا فلماذا لا تأتينا معنا؟ وافقت القطة وبدأ ثلاثتهم فعالتهم بالطريق إلى بريمن ولم ينضي زمن ضويل حتى وصل المسافرون الثلاثة إلى فناء مصرعة وكان هناك تيك عندما تغل الفناء يصيع بأعدى صوته فسأله الحمار والآن أن يهديك المسكين ماذا حصل لك؟ إن صياحك كان حاليا إلى درجة تصم إذني فأجابت تيك سوف يصور نظيفا لتناول الغدائي مجمع وتعتزم صاحبتي أن تقدم عزاء تجاج وسوف أهبع غدا ليعمل به الحزاء ولهذا أنا أصيع بأعلى ما يمكنني وأنا لا أزال قادرا على الصيع فأجاب الحمار لا تعد أن يهديك المسكين فلا ضرورة لموتك الآن لماذا لا ترافقنا؟ إننا ننوي الذهاب إلى بريمن لنصير من موسيقي المدينة ولك صوت جميل ولهذا لابد أنك تستطيع مساعدتنا فلماذا لا تصحبنا؟ وافقت تيك وواصل الأربعة السيرة في الطريق إلى بريمن ولما لم يستطع المسافرون الأربعة أن يصلوا إلى مدينة بريمن في نفس ذلك اليوم أتفقوا على قضاء الليلة في غاب فرقت العمار والكلب تحت شجرة وأستقرت القطة في الفروح السفلة للشجرة وطهرت ديكو إلى أعلى فرح في الشجرة حيث ظن أنه سيكون في آمن مكان ونظر الديكو قبل أن يستسلم للنوم في كل اتجاه وظن أنه رأى على مسافة بعيدة طوءا ضئيلا فناد رفاقه قائلا أظن أنني أستطيع أن أرى نورا على بعد فلابد أن هناك بيتا ليس بعيدا جدا من هنا فأجاب العمار إذا كان الأمر كذلك فلنذهب ونبعث عنه لأنني غير مرتعا تماما هنا وقال الكلب وأنا سيكفيني قليلا من العظام المكسوتي ببعض اللعم وبدأ الأصدقاء الأربع رهلتهم إلى حيث الضوء الضئيلا وكلما أقدربوا منهم صار أكبر وأكثر سطوعا وأخيرا وصلوا إلى بيت لشعره طوءا من أحد نوافذي ولما كان العمار أطول جميعا نظر إلى ما بداخل البيت من النافذة فسألوا أديك ماذا ترى ليه العمار فأجابوا العمار ماذا أرى أرى أنواه شيئا من الطعام والمرضبات وبعد اللصوص يشكسون رولها يمتعون أنفسهم بها وقال الديك يبدو أن ذلك هو نوع الأشياء التي نعتج إليها وقال العمار أه، ليس نستطيع فقط أن نصل إلى ذلك الطعام ثم فكر الأصدقاء الأربع بالطريقة التي يرعبون بها اللصوص وأخيرا أهتدوا إلى خطة فوضع العمار هافريه الأماميين على هافة النافذة وقفز الكلب إلى ظهر العمار وتسلقت القطة إلى ظهر الكلب وأعتلت ديك ظهر القطة فعلوا كل هذا من غير أن يسمع لهم صوت ثم أعطي العمار الإشارة بتعريك رأسه فبدأت جميع يرفعون أصواته فنهق العمار ونبع الكلب وماءة القطة وصار لديك بأعلى صوته إنك لم تسمع أبدا في حياتك من هذا الطجيش المرعب وفي نفس الوقت أن تفع الأصدقاء الأربعة من النافذة مهشمين السجاج وما أشد الطجيش الذي حدث نتيجة لهذا فوذب النصوص المذعورون وانطلقوا إلى الغابة ثم جلس العمار والكلب والقطة والديك حول المائدة وأكلوا حتى أن تلأت بطونه وبعد هذه الأكلة الفخمة أطفأوا النور وأستسلاموا للنوم أطفأوا النور رقد الحمار على القشي في فناء البيت وأستقر الكلب وراء الباب وتمددت القطة من قرب من النار وطار الديك إلى العارضة قرب السقف وكانت جميع متعبين لطول السير حتى أنهم استغرقوا جميعا بسرعة في النوم وفي هذه الأثناء كان الوصوص يراقل هنا من بعد فراء النور ينطفئ في البيت وكل شيء كان هادئا في منتصف الليل ثم بدأوا يعجبون لماذا كان جميعهم مظهورين إلى هذا العد فقال قائد اللصوص ما كان ينبغي أن نفسع إلى هذا العد الذي كان يفقدنا صوابنا ثم أمر واحدا من اللصوص الآخرين أن يذهب إلى البيت ويرام بداخلي أنزل اللص إلى البيت فلم يسمع صوتا ولهذا ذهب بهدوء إلى المطبخ لليشعل شمعة أصدق أن يرى في الظلام عيني قطة البراغتين تل معاهم فظنهما فعما يتوهج في النار ولهذا دفع شمعته نعو أحداهما ليشعلها كرهت القطة أن يدفع شيئا إلى عينيها فقفزت مغرشة صوتا كصوت الأفعى ثم خدشت وجه اللص ذعر اللص ذعرا كاد يفقده ثوابه أن دفع إلى الباب الخلفي وهناك سقط على الكلب فوذب عليه وعطه في رجله وبينما كان الرجل يسير في الفناء متألما رفسه العمار رفسة قوية وعند إذن أيقظ كل هذا الضجيز الذيك فنزل طائرا من عارضته صائعا صياعا يبعث الرعب في القلوب فظهر اللص وترنع في مشهه عائدا إذا أصدقائه بأسرع ما أمكنه سأله قائد اللصوص أي شيء عدد لك؟ فأن اللص المذعور قائلا بيان المصيب بالبيت ساحرة بثقت عليه وخادشت وجهه بمغالبها الطويلة ووقف رجل وراء الباب ومعه سكين طحنني بها في رشلي وبالفناء وعج كبير أسود أشبعني ضربا بعصى خلفية وبالقرب من السقف يجلس من كان يصيره أحضر اللص هنا أمامي ولهذا هربت بأسرع ما يمكنني وبعد هذه الحكاية المرعبة لم يجرؤوا اللصوص أبدا على الذهاب قرب المنزلة ثانية وناسب هذا الأصدقاء الأربعة تماما فاستقر رأيهم على العيش معا في البيت بساعدة وأمان ولم يصلوا أبدا إلى بريمن ليصيروا موسيقى المدينة وكانت هذه هي قصة الأصدقاء عاصف هو بريمن أتمنى أن أعجبتكم وساعدكم من أصدرخ إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا نلايك وسبسكرايب وصر الجرس واندى باتريون إن أبدا مني رابط بأسرع شكرا باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر